جربت قبل كده تعملي الملوخية المتفرزة بتسود منك والطريقة بتبقى مش حلوة ولما بتطلعيها بتلاقي طعمها متغير تعالي النهاردة بقولك على التكاية اللي احنا هنعملها مع بعض وهتعملي كمية كبيرة في وقت صغير جدا وهتملي الفريزر عندك ملوخية يكون سعرها حلو وكمان طعمها احلى يلا بينا نشوف الطريقة عملناها ازاي بالخطوات واحدة واحدة واحسن وقت لتفريز الملوخية هي الوقت اللي احنا في دلوقتي بتكون الملوخية سعرها حلو وكمان خضرة كده وجميلة وزي العسل يلا بينا نشوف الطريقة هنسمي اللي ونصال على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحط اشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل طبعا الكمية الملوخية اللي انت عايزيها بتجيب الكمية وتخسليها كويس جدا زي ما انت شايفة كده بتنقعيها في شوية مية وشوية خل وبعد كده بتشيليها من الطبق مش بتصفيها بتشيليها من المية بيديكي علشان خطر الرواسي بولتينا بتبقى في الارضية بعد كده معاي حل على النار فيها شوية مية المية غلية معاي نزلت بكمية الملوخية كلها اللي انا هعملها بالمناسبة الكمية ديت وزنها اثنين كيلو ونص من الملوخية هنشوف دلوقتي سيطلعوا لي كم كيس وهنعمل الملوخية ديت عندنا على طول ودعا بقى للملوخية الجهزة اللي احنا بنجيبها عايز اقولك السر دوت من سر المصانع لما عملت الفيديو دوت من حوالي سنتين على اليوتيوب جاب لي مشاهدات عالية جدا وكنت وعدل طريقة من واحدة صاحبتك تشغال هناك في مصنع من المصانع اللي بتعمل الملوخية الجهزة كان اسمها داليا ارجع لي الفيديو تاني هتلاقيني انا اللي كنت عاملاه على اليوتيوب فمن الفيديو دوت كده بشكري كداليا على الطريقة الجميلة اللي انا معتمداها طول حياتي بسبب الطريقة بتاعتك ديت انا بطلت اشتري ملوخية جهزة والملوخية متوفرة عندي طول السنة دلوقتي بعد ما خدت اول غلوة هبدأ اللي انا اشلها من المياه خلاص كده المياه دي احنا مش هنستخدمها تاني يلا بينا ناخد الملوخية بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه في الملوخية دي طبعا انا عندي هند بلندر فهعملها بالهند بلندر تقدر تحطيها في الخلاط او في الكبه معلقة كبيرة من السكر على الاتنين كيلو ملوخية هتزودي الكمية هتزودي نسبة السكر السكر هنا مادة حافظة وكمان بيسكر الملوخية وبيخليها جميلة هحط حوالي راس طوم كبيرة على الاتنين كيلو ملوخية وبعد كده هحط كباية مية على الكيلو الملوخية الواحد تمام تمام هحط كباية تانية دلوقتي وهوريكي بس اهم حاجة كباية المية تكون سقعة جدا لو انت هتحط شربة تحط كباية شربة على الكيلو الملوخية وتكون برضو سقعة ما تحطيش المية او الشربة سخنة كده حطيت على الاتنين كيلو ملوخية حطيت عليهم كبايتين من المية وطبعا التوم احنا كده كده بنحط في الملوخية توم ناي فهيدينا ريحة حلوة جدا وكمان السكر هيسكر الملوخية ومضى حافظة طب الشربة اللي انت هتحطيها ديت فيها نسبة مملاحيها يعني عادي مفيش اي مشاكل بس خلي بالك لما تيجي تسوي الملوخية تبقي تقللي نسبة الملح شوي خلاص كده اديناها ضربة في التانية في التالتة والملوخية بتاعتنا بقت زي الفل زي ما بقولك كده تقدري تعمليها في الكبة او في الخلاط دوت الكوام بقى اللي انا محتاجي هنا معي الاكياس تقدري تحطيها في اكياس اللي هي سهلة القفل ديت او في اكياس عادية او ممكن في علب تلاجة على حسب اللي عندك على حسب المتوفر عندي انا هنا هحطها في الاكياس ديت كده بس هخرج منها الهوى كويس جدا مش عايزة اي هوا داخل الكيس علشان خاطر ما يبوزليش الملوخية ويخليها تسود بص الكوام بقى عامل ازاي بسم الله ما شاء الله الكوام بتاعتها حلو جدا علشان لسه هتتخفف طبعا لما تطلعيها من الفريزر مدة صلاحية الملوخية دي في الفريزر من 6 ل 8 شهور وهتبقى عند الجميلة وزي الفل اي وقت عايزت تعملي ملوخية يدوبها تطلعي الكيس زي دوك كده تسيبيه يبرد شوية لمدة 10 دقيق وتنزليه على شور باتكون سخنة يعني اعملي كده مقدار مثلا الكيس مقدار طبقين من الملوخية تطلع معاك جميلة وزي العسل هنا كده عملت التلات اكياس بالاكياس السهلة القفل لكن تعالي بقى نعمل كده في الكيس العادي خالص بتاعنا عشان لو مش متوفر عندك الاكياس دي تقدري تعمليها في الكيس العادي بتتغطي عليها كويس جدا وتخرج كمية الهوى وتبروم الكيس وتروحي ربطه من فوق خالص خلص كده بقى كيس معايا متبطط ومفيش اي مشاكل يعني سواء كده او كده فالاتنين هيحلوا نفس الموضوع يلا بقى يا ست الكل كده اعملي الملوخية في البيت سهلة وبسيطة ولو انت موظفة هترجعي من الشغل كل حاجة تبقى عندك جهزة ولو ست بيت تبقى كل حاجة برضو متوفرة عندك قاعدة ريئة والدنيا تمام من حواليك الحاجات دي بتنفع جدا في الفريزر بتوفر علينا وقت ومجهود